اشتركوا في القناة والجميع البطولات الرياضي لكرة القدم مساء يوم الخميس بمركب محمد الساديس لكرة القدم بالمعمورة بحضور نخبة من عالم كرة القدم الوطنية وفاز نادي الويداد الرياضي الذي سبق وان اختير كاحسن فريق بالقارة الافريقية خلال حفل توزيع جوائز الكاف الذي نظم في نهاية يوليوز بالمغرب باكبر عدد من جوائز الفرضية للدورة الولمبيا لحفل جوائز كرة القدم المغربية وهكذا كانت جائزة احسن هداف للسنة من نصيب الكونغولي السابق لفريق الويداد الرياضي جيم بينزا ب16 هدف فيما منحت جائزة احسن مدرب للريقراغي واحسن حارس لريضة تغنوتي اما احسن لاعب فعاد ليحيا جبرعان اما جائزة احسن هدف خلال السنة فعادت لللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي بيني باديبانغا الذي سجلها خلال الكلاسيكو ضد الجيش الملكي نهاية اليوز الماضي والذي منح الرجاء الرياضي الفوز بهدفين لهدف فيما كانت جائزة احسن جمهور مناصفة بين الجماهير الويدادية والرجوية وبالمناسبة تمت مكافأة فريق الويداد الرياضي والنهضة البركانية لأدائهم الجيد في المسابقة المنظمة من قبل اتحاد الافريقي لكرة القدم كما تم منح النادي البرتقالي جائزة فوزه بكأس العرش الذي توج به على حساب فريق الويداد الرياضي ولدى السيدات فازت ابتسام جريدي من فريق الجيش الملكي بلقب هدف السنة فيما فازت غزلان شباك بلقب احسن لاعب لكرة القدم وبهذا المناسبة اكد فوزي القزاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان سنة 2022 كانت تتنائية سواء على مستوى المنتخبات الوطنية او على مستوى الاندية وذلك بفضل مجهودات التي تبدل في مختلف مكونات كرة القدم الوطنية وقال ان هذا الحفل شكل فرصة لتكريس هذا العمل وبدء انطلاق جديد نحو تحقيق انجازات اخرى من اجل تأكيد مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي داعيا الى مزيد من المتابرة والاحتراف للوصول للمبتخى ومن جهته قال عبد السلام بالقشور رئيس العصبة الاحترافية الوطنية لكرة القدم في تصريح لقناة ام 24 الاخبارية تابعة لوكالة المغرب العربي للانباء ان هذا الحفل يعد فرصة لتجميع كل مكونات اسرة كرة القدم الوطنية والاشادة بالجهود التي تبدل من الفعاليات الرياضية وتعزيز ثقافة الاعتراف وابتراز اداء الفاعلين في مجال كرة القدم الوطنية وقال بالقشور في دات السياق نطمح الى جعل هذه المبادرة حدث سنوي يميز نهاية كل موسم رياضي اتميز الحفل الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بن سعيد بتسليم العديد من الجوائز للمتوجين وكذا الجوائز همت احسن اداء في كرة القدم للهوات وكرة القدم المتنوعة والنسوية